وننوي الآن إلى هذا الخبر الذي وصل إلينا لتوهي يقول هذا الخبر أن الرئيس المصري قد استقبل في مدينة العالمين الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث دار لقاء خوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقين وعضحت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيسين بحث سبل موصلة العمل لتعزيز أطر وأليات التعاون المشترك بين الدولتين بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التخديات المتنامية في المنطقة وفي العالم وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط الدولتين من أواصر تاريخية وطيضة على المستويين الرسمي والشعبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطري وأليات التعاون المشترك بما في ذلك المجالات الاتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي على نحو التقدم والاستقرار والازدهار كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التخديات المتنامية في المنطقة والعالم وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيقي على جميع المستويات في ضوء ما يربط الدولتين من أواصر تاريخية وطيضة على المستويين الرسمي والشعبي ترجمة نانسي قنقر